بناتك أقرب ليك ولا قدريّة؟ رد بقى رد في الأسرة بقى خلاص أقرب هينا خمسة دلوقت تبقيناش وان تو وان يعني ما هي الأصل بقى يعني هم عيالي بس هم برد يعني لكن الـ كل واحدة ليهم ليهم حاجة معايا كده آه طب قولي إيه الخاص بتاعلي؟ دي الستايلس بتاعتي دي بقى جدجمنتل جدا آه يعني مثلا بقى أنا بخش وأنا جاي من بيت أخش عيوم وأنا نازل أخش أبص عليهم آه فأنا أخش مثلا وأنا نازل أخش عليها وتروح أبصلي من فوق لتحت كده هتنزل كده؟ أمم 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 أو غير البنطلون أو أنت كده لأ أنت كويس النهاردة حلو اللي يبسك حلو أقعد يا الله خلاص وفقة مركزة جدا في الحاجات دي هيا بقى قطية وحدة فيهم أمم يعني لو عايز حاجة في البيت أقول له هيا هيا بتعملها بتاخد بتاخد بالها منهم ولو هيا يعملي كذا بتقعد على أعصابها اللي يزم تعملها لغاية عشان بتبقى خايفة وألاناية آه لولي لولي بقى أكثر واحدة بتقعد معي بسرعة هي على طول معي على حجرة على طول هيا أكثر واحدة معي في كل حاجة ومن ساعة رمضان اللي فات يعني يعني بتاعت صلي معي فمن أكثر يعني دائما من ساعتها دائما صلت الفجر لازم تصحيني لو أنا صلت نايم أو أو مغرب أو عيشها أو دور أي حاجة لو هي في البيت وأنا موجود صليت الدور صليت العص بتصلي معي على طول كلهم بيصلوا الحمدلله بس دي ناس بتيجي تصلي معي أو وعايزت بقى الإمام إنتي مين بقى ربك يا دودو فيه؟ يا قدرية يا مدرية وصي حقول لحياتك حاجة هي هيا عشان السن سن فبدأنا إيه؟ عشرتك أكثر فمومي ما تيجي ناخد دي ما تيجي نجي دي بني تحكي لي حاجة على أصحابها آم التالية ممكن نبقى شوية نقر ونقر فبرضو بيبقى فيه كده عشان جرجمنت آم قاطلة قاطلة فعلا وحنا زين نهاردة بس أنت هتلبسي كده بس تقول الكلمة دي وتمشي بقى وقاطلة تغلي انت مالك انت أخرت الحاجة توليها الحزة من وراي أمي هتلبس ده ده مجرى فأنتي أختي حكت لي قالت لي ولي حاجة فراجها البابي فراجها البابي ليه؟ يعني حالبسها أني حالبسها فهاي فرن زي ما حازم بيقول شادة مراحة فيه فهم إنها الصغيرة فهي يعني لغاية السنة اللي فاتت هي شنطتي بقى نازلين رايحين جايين مع بعض يعني آه حتى لو منسافر هي تزيل معي على طول آه يا خباجة كميلة يعني يا خباجة نايمة بقى لها ساعتين يا الله آه يا رحالبي آه طيب قوليلي بقى تاليا قوليلي أكتر حاجة بتحبيها في بابي وأكتر حاجة بتحبيها في ماما بابي عشان دم خفيف دايماً نتحك مع بابي ده حاكمي كتير قوي آه مامي يعني فيش حاجة قولي لأ هتجيبها 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 لأ مامي عشان لما منسافر هي بتديني رأيها كتيرا وفي لبس وكده فا انتي إيه هتتتلاعي فاشن ديزاينر ولا هتتتلاعي لا أنا عادي انتيرير ديزاينر ممكن انتيرير والله بقى بص التوجه باهم من الأول لا هيا بتاخد بالها من أي حاجة مثلاً نخش مثلاً البيت حل أنا شفت الترابيزة حلوة الأكل هي دايماً يعني مركزة في كل حاجة اللوكس تاعت كل حاجة جميع ده حلوة أوي على فكرة يعني مثلاً لو سافرنا في حتة نجيب عادية مثلاً سنة بابي فاكر المحل اللي كان فيه كذا كان حلو أو اللبس انت جبت منه المحل اللي يجبت منه ده كان عنده حاجة كويسة ولو حاجة مثلاً مش حلوة تقولي لا 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 ما تخشش منها أنا فاكرة ده يعني هي مركزة قوي في الحاجات دي طب إيه أكتر حاجة لفتت نظرك في الستوديو هنا ما دخلت؟ مرة أخرى يعني الدكور مثلاً الفرش الكراسي حلوة الكراسي حلوة الكراسي حلوة هيا إيه أكتر حاجة بتحبيها في بابي أو في مامي؟ بابي بحسه متفاهم قوي يعني ممكن... finishes their next thing لو ما أمي مش رذف على الشيء لا يمكن ان ناروح لــبابي يكنرها فضي حاجة حقيقي حاجة بحبها فـبابي وأنه برضو زى ماอ ready دمه خفيف فمنهزر كثير مع بعض رأيها نفسي landlords متفهمة قوي بدأت بدأنا انها نتكلم أكتر مع بعض فبقيت تفهمني كويس في حاجة بحبها قوي برضه مكنت عندك مشكلة لأول إنه هي مش فهمتي بس كنت على للتبا تكسف أنا مش عايز أتكلم مع مامي خايفة تروح تقول لبابي كده بس خلص الحمد لله يعني بدأنا نفهم بعض أكتر فأنتهي لحظة لولو بابي بيكون طيب قوي معي وبياخد باله مني ومامي بتساعدني في حاجات كتيرة قوي بس يعني أنت واتي لو عندك مشكلة تحكيها لبابي ولا لمامي؟ مامي مامي ليه ما تحكيهاش لبابي؟ ما عرفش عشان مامي ما بتقولش لبابي أي حاجة بس بابي ما كان يقول لبابي ساعد طب بوهايا لو عندك مشكلة ايه لا مامي مامي ايه بابي بابي ايه بابي يقول ذوي أمت كوليكشن ماشاء الله حبيبي تبارك الله يا رب ايه يا هايا بما أنها كبيرة يعني أكتر حاجة بتقلقي منها من بابي أو من مامي لو لما ببقى عاملة بلانز مع صحابي وعندي عد ميلاد وقولنا أنا رايحة واتخانق مع أي حد فيهم يقول أنت مش نازلة أكتر حاجة بخاف منها الصراحة طب انش هل انت بتوضى بعيد الميلاد أو الحاجة الخروجة اللي هتخروجيها أكوردنج أو بناء على الحاجات اللي بيوفقوا عليها والحاجات اللي لأ اوه ساعة تانية ممكن أحاول أكناهم بس لو أنا عارفة أنه مستحيل يردوا لا ما بتقولش من الأول أه طيب لولوة إيه أكتر حاجة بتقلقي منها من بابي أو من مامي؟ أو أنا عملتها حاجة غلط بابي أو مامي روحي يزعقوا لي جامد من الاتنين؟ أه نفس الحاجة طب إيه أكتر مرة عملت حاجة رحوا من الاتنين مزعقين للجامد؟ أه أه عملت إيه؟ عملت إيه؟ أخي مرة أكتر عمل منك ليه؟ مش فكرة ده من كم يوم؟ ده من كم يوم؟ دي أب عملت إيه؟ أه لما تخنقنا عشان كنا نروحنا أنا وهاية كنا نجيب أكل وطاليا عايزة تجيب أكل والأكل ما يوصلش للبيت فأنا وهاية وطاليا عادينا نتخانق عشان الليمين يروح ينزل ويجيب الأكل رحوا مزعقين لكمة الاتنين طب تاليا بقا قوليلي ممكن لو مثلاً هي برضو نفس الحاجة بتاعتهاي ببقى أقول لنا رايحة وعملة أنا هربس إيه وكل حاجة وبعدين يقولولي لأ أنت مش هتروحي ولو مثلاً قلت حاجة لمامي مثلاً تضيقها بس يعني بابي بيدحك مامي تروح واخدها تليفوني وأنا قاعدة في البيت مش عارفة أعمل حاجة يعني طب أنتو مش بتحاولوا تعملوا حسابكو أن يعني مدام مامي حدودها كده مش هتوافق على الحاجات دي أو بابي بلاش اه مش كده؟ اه يعني بتبقى الصدام بينكو أقل حاجة لأن انت قريدي من نفسكو عارفين البارتي ده لاش هينفع نروح ها ساعة مش جايين مش جايين عشان مامي بابي مش جايين أحسن ما تتخنقوا صح؟ اه في الساعات أصلاً ما بحاولش أسأل يعني اه يعني خلاص نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك ترجمة نانسي قنقر